بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس مادة الدراسات اللغوية للصف الثاني الثانوي كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في وحدة اللغة العربية وعرفنا طبعا الكتاب مقسم من قسمين الجزء الأول منهم حديث عن لغة الإنسانية وعرفنا ما فيها من موضوعات الجزء الثاني يحدث فيها عن لغة العربية وعرفنا أهمية لغة العربية ونشأة لغة العربية وموطنها الجغرافي والتاريخي وعرفنا أيضا كيف لفضل الإسلام على اللغة العربية الدرس مادة يحدثنا عن الصرف بدأنا بالصرف والنحو وعرفنا أن الصرف يهتم ببنية الكلمة وبالكلمة المفردة وأن النحو يهتم بالتركيب أو بالتراكيب بالجمل سواء الجمل اسمية أو جمل فعلية وعرفنا أيضا القواعد التي اعتمد عليها النحويون أو النحات في جمع اللغة في جمع اللغة واستقراءهم أيضا موسع لأصل اللغة العربية خشية من ضياعها وعرف القواعد التي وضعوها قاعدة الخفة في المبنى وأيضا أمن اللبس وعرفنا أيضا ذلك وتحدثنا عن ذلك اليوم نستكمل بعض الحديث والحديث هنا عن الصرف ثم النحو أيضا القيمة الدلالية للإعراب في اللغة العربية يشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الثانية دراسات في اللغة العربية دراسات في اللغة العربية وصلنا إلى الموضوع الثاني وعرفنا أن الموضوع الأول حديث فيه عن لغة العربية والموضوع الثاني هو الحديث عن صرف العربية ونحوها صرف العربية ونحوها هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس أولا الصرف الحديث هنا عن صرف العربية ونحوها أولا الصرف لاحظونا الصرف لغة التغيير الصرف لغة ما معنى الصرف لغة التغيير صرف غير فالصرف لغة التغيير واصطلاحا هو علم يعرف به أحوال بنية الكلمة علم الصرف كما عرفنا يهتم ب بنية الكلمة يقول كتب فعل كاتب فاعل مكتوب مفعول مكتبة مفعل هنا معنى أنه يهتم ببنية الكلمة تغير الألفاظ بالجذر ثم ما زاد فالفاء والعين واللم طبعاً هم وجدوا أن الفاء والعين واللم هو الجذر الذي يكون في الميزان الصرفي للوزن الفاء والعين واللم أقول كاتبها على وزن فعالة ودرسا على وزن فعالة فما زاد في الكلمة يزاد في الميزان أقول كاتب والألف تقول فعل مكتوب مفعول وهكذا إذن هنا في الصرف لغة التغيير واستلاحا هو علم يعرف به أحوال أبنية الكلمة بنية الكلمة يعرف به أحوال أبنية الكلمة هذا في تعريف الصرف وهو يبحث في صيغ الكلمة وأحوالها وما يطرع عليها من تغيير لأظهار ما في حروفها من أصالة أو زيادة أو صحة أو إبدال أو إعلال والبحث في تحويل الكلمة إلى صور مختلفة كالجمع والتصغير وغيرهما وقد لاحظ العرب أن الكلمة العربية ذات أصول ثلاثية في الغالب أعبروا عنها بفعلا فاء الكلمة وعينها ولامها ويسمى هذا الميزان الصرفي إن النظام الصرفي للعربية لا يفسح المجال بسهولة لدخول عناصر أجنبية من شأنها أن تدخل الخلل عليه إذا خرجت عن أوزانه جميل هذا علم الصرف علم الصرف تغيير وهو علم يبحث في أبنية الكلمة إذن لاحظ علم يبحث في صيغ الكلمة صيغة الكلمة في بناء الكلمة في تغير الكلمة كيف تكون؟ ما أصلها؟ ما الأصل؟ الحروف الأصلية؟ ما الزيادة؟ يعني يقول مجرد ومزيد أيضا وقسموا الكلمات إلى مجرد وإلى مزيد وأيضا حروف أصلية وحروف زائدة وما زاد على الحروف الأصلية وما يضرع عليهم التغيير يظهر ما في حروفها من أصالة حروف أصلية وزيادة أو صحة معنى حروف صحيحة أو حروف معتلة التي هي الألف والواو أو إبدال معنى تغيرت مبدلة تغيرت بعض الحروف في الكلام والبحث في تحويل الكلمة والبحث ويدري على دقة أيضا العرب في البحث أو في اللغة وفي الصرف وفي القواعد لما يستقرأوا في استقرائهم لكلام العرب وجدوا أن الأصل دائما في الصيغ كلها ثلاث ثلاثي فبنوا عليها ثلاثي وضعوا وزانا صرفيا تا با فالكاف هنا يقابلها الفا والتا تقابلها العين والبا تقابلها اللام على وزن فعلا فهذا الميزان الذي وضعوه هو الأصل ثلاثة وما زاد في الكلمة الأصلية وزاد في الميزان لذلك أصل الكلمة هو الجذر وما سمي بالجذر الثلاثي أو الأصل الثلاثي للكلمة وقد لاحظوا هنا طبعا البحث في تحويل الكلمة إلى صور مختلفة كالجمع والتصغير جمع والتصغير كيف جمعت ثم صغرت وقد لاحظوا العرب أن الكلمة العربية ذات أصول ثلاثية معنى هنا الغالب طبعا هذا الغالب أن الكلمة العربية أصلها ثلاثي لذلك هم وضعوا لهذا الميزان الصرفي الذي هو الفا والعين واللام فعلا الفا والعين واللام فالفا هو فا الكلمة بمعنى الحرف الأول فيها الأصلي والعين هي عين الكلمة الحرف الأول الثاني الأصلي وليس الزاعد واللام هو لام الكلمة الحرف الثالث الأصلي في الكلمة نقول كا تا با على وزني فا عالا فالكاف تقابل الفا ميزان والتا تقابل العين والبا تقابل اللام هذه هي الحروف فأقول كاتب هنا يضاف ما زاد أو ما زيد في الكلمة يزاد في الميزان أقول كاتب فاعل أقول كاتب فاعل هنا يظهر الألف لذلك هنا الكلمة عربية ذات وصولة ثلاثية في الغالب وعبروا عنهاcale فعل كلمة وعينها ولامها ويسمى هذا الميزان الصرفي يسمى هذا الميزان الصرفي إن النظام الصرفي العربية لا يفسح المجال لا يعطي مجالا الميزان الصرفي في العربية بسهولة لدخول عناصر أجنبية من شأنها أن تدخل الخلل عليه إذا خرجت عن أوزانه طبعا مالهدف من ذلك؟ ميزان الصرفي حتى معروف Santiago أيضا حتى لإخضاع اللغة العربية هي نشأة على هذا الميزان وعرفوا أن اللغة العربية وهنا أيضا باستطاعتهم من خلال الميزان الصرفي أن يفرقوا بين المعرب والدخيل وبين العربي والأعجمي وبين ألفاظ الدخيلة التي دخلت إلى اللغة وليس لها أصل فيه في اللغة العربية وعرفوا أيضا أن هناك ألفاظ لها أصل في اللغة العربية وهي أصيلة وأن هناك ألفاظ دخيلة دخلت إلى اللغة العربية لكنها تخضع أيضا لقوانين اللغة العربية فتخضع هذه الألفاظ إلى القوانين اللغة العربية وتصبح أيضا من ضمن المعربة اللغة العربية وهنا هذا في تسبب تمييزهم في بحثهم اللغة بحث الدقيق جدا واستقرائهم الموسع الكبير جدا في اللغة حفاظا على اللغة وأيضا تسيرا لفهم القرآن الكريم ويضا لسهولة قراءته ولمعرفة هذه التي دار فيها الآيات وكيف أن يستطيع الإنسان أن يتعلم اللغة سواء كانوا العرب أبناء العرب أبناء اللغة هم أنفسهم الذين يعني يتعلموا اللغة أم أيضا من دخل إلى الإسلام ولم يكن يتحدث اللغة العربية لكنه يريد أن يتعلم اللغة العربية لأنه أصبحت لغة تين وكما عرفنا لأنه سبب انتشارها وهذا أيضا بدليل أن الله سبحانه وتعالى في مصداق لكلامه عز وجل لما قالنا نحن نزلنا الذكرى وأن له لحافظون فهذا العلماء وبحثهم عن ذلك عن اللغات في الصرف والنحو ووضع القواعد هذا أيضا من تسير حفظ الله عز وجل لذلك للغة صياغ الكلمات صياغ الكلمات في العربية صياغ محددة للكلمات تشمل الأسماء والأفعال دون الحروف وأغلب ما في اللغة يدخل في هذه الصياغ وأما الكلمات الدخيلة فأغلبها يخضع لهذه الصياغ والقليل منها يقبل على وضعه وهذا من أسباب صعوبة اندماج الكلمات الدخيلة في اللغة العربية إذن الميزان الصرفي للموضع هنا استخرج من خلال الصياغ إذن هم ذهبوا وسمعوا كلام العرب طبعا هم كيف عرفوا اللغة ذهبوا القبائل كما عرفنا التي لم تخالط أحد قبائل الفصيحة العربية التي لم تخالط أحدا من اللغات أخرى سمعوا منهم اللغة ثم وضعوا هذه القواعد بأن الاستقراء موسع من أكثر من اللغة وأكثر من قبيلة سمعت في جزيرة عربية ثم ذلك وضعوا هذه القواعد وشددوا في مخالفتها بمعنى أنهم كانوا يردون أي مخالفة لهذه القواعد طبعا قبلوا أيضا الشاد وقبلوا القليل ولا بأس في السماع لأنهم سمعوا كل ذلك أدخل في السماع أدخل في السماع ثم وضعوا القواعد وأرأوا أن الميزان أو البناء الصرفي للكلمة على ثلاث أحرف وأن الأصل الجذر في الكلمة هي ثلاثية الكلمات كلها ثلاثية فوضعوا الميزان الصرفي الذي هو الفا والعين واللا ثم وضعوا صيغا للكلمات فأصبح في العربية صيغ محددة ما خالف هذه الصيغ هنا بدأ التمييز بينها وبين الكلمات بين الكلمات العربية وبين كلمات الدخيلة معنا أن هذه الكلمة لست أصلها في اللغة العربية وفميز وهنا بين الكلمات العربية وبين كلمات غير العربية بين كلمة الصحيحة الفصيحة وبينها غيرها من الكلمات التي قد دخلت إلى اللغة العربية ولو لست لها أصل في اللغة العربية وهذا كما قيل من أسباب صعوبة اندماج الكلمات الدخيلة في اللغة العربية هذا في علم الصرف ثانيا النحو وهو علم مختص بترتيب الكلمة داخل الجملة وما يطرأ على أواخرها من تغيير نتيجة العوامل الداخلة عليها وما يعبر عن هذا التغيير من علامات وما يعبر عن هذا التغيير من علامات طيب لاحظ هنا النحو الصرف يتحدث عن كلمة بنية الكلمة هو وزن صرفي لكلمة نفسها في المفردة النحو لا النحو هنا يختص بالجملة في ترتيبها والإعراب فالنحو هنا يختص بالعراب الفاعل والمفعول أين هو الفاعل؟ مثلا من المفعول يقول كتب محمد الدرسة وأقول كتب الدرسة محمد فهنا النحو يهتم بذلك ويقول هنا فاعل وهنا مفعول هنا يهتم بترتيب الكلمة داخل الجملة ترتيب الكلمة داخل الجملة وما يطرع على أخيرها من تغيير نتيجة العوامل الداخل عليها ومقصود به علامات الإعراب ومقصود به علامات الإعراب فهذا هو النحو بأكس الصرف الذي يهتم بكلمة واحدة الدلالة النحوية تؤثر أنماط التركيب في آداء المعنى فترتيب الكلمات والعبارات لها قواعد خاصة تختلف من لغة إلى لغة ففي العربية نظم خاصة لترتيب الكلمات وتركيب الجمل وفيها المواقع العربية المتعددة للألفاظ الدلالة النحوية الدلالة النحوية والمعنى أنماط التركيب تؤثر في آداء المعنى تؤثر يعني معنى نقول أنا كتب محمد الدرس وأقول محمد كتب الدرس هنا التركيب نجأ Jeżeli ت documenting score يؤثر المعنى إن أردت التركيز مثلا على كتابة أقول كتب محمد الدرس وأردت التركيز في الكلام على محمد وأقول محمد كتب الدرس فأنا أبدأ به فما بدأ به يكون له يبقى له الغاية والأهمية فهنا في تركيب في أداء المعنى وفي وضوح المعنى فترتيب الكلمات العبارة لها قواعد خاصة تختلف من لغتنا للغة ولكن هنا حديث عن اللغة العربية ففي العربية نظم خاصة في العربية نظم خاصة لترتيب الكلمات وتركيب الجمل وفيها المواقع الإعرابية المتعددة للألفاظ معناه يأتي في موقع فاعل وموقع مفعول وموقع متدأ وخبر يسمئنا وخبر كان إلى آخرهم من مواقع العربية الكثيرة جميل القواعد والسليقة الأصل في أبناء اللغة أي لغة أنهم لا يحتاجون إلى تعلم قواعد لغتهم ليتحدثوا بها بل إنهم يكتسبونها منذ الصغر ولذا فإن العرب الأوائل كان عندهم من السليقة والملكة لما مكنهم من إيجادة العربية وتطبيق قواعدها دون دراسة وحينما ضعفة السليقة وفشل لحن احتاج العرب إلى دراسة لغتهم القواعد والسليقة ما نمقصد بالسليقة الطبع السماع طبعا نحن عرفنا أيضا في بداية هذا الكتاب أو في بداية هذه الوحدة الوحدة الأولى كيف أن الإنسان يكتسب اللغة يسمع 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 ثم بذلك يبدأ يتكلم باللغة فهذا اللغة الأم يكتسبها عن طريق السماع فإذا سمع اللغة فصيحة يتكلم بها بفصاحة إذا سمع ما يسمعه هو الذي يتكلم يتكلم به العرب الأصل فيهم أو في أبناء اللغة أن يكتسبون اللغة إلى تعلم لا يحتاجون للتعلم القواعد ويعرفون هذا الفاعل وهذا مفعول وهذه الجمل وهذه الجمل الاسمية وجمل خبرية لأنهم يسمعون ليتحدثوا بلأنهم يكتسبونها اللغة مكتسبة منذ الصغر يتعلمها الأبناء العربية وهي لغة الأم إذن تكتسب اللغة طيب لماذا يحتاجون تعلمها فهنا القواعد والسليقة للأصل أنها سليقة للأصل أنها لغة مسموعة للأصل أنها مكتسبة منذ الصغر ثم ولذلك العرب بعد ذلك كان عندهم من السليقة والملكة العرب قدماء كان عندهم من السليقة والملكة ما مكنهم من إيجادة العربية هم كانوا يتحدثون من اللغة الفصحة وبالفصاحة لذلك هم اكتسبوا اللغة اكتساباً سمعوها من أصلها فصيحة سليمة لم تخالط غيرها لما فشل لحن واخترط اللسان العربي بلسان آخر هنا بدأت أو ظهرت القواعد ظهرت القواعد حفاظاً عن اللغة وحتى لا تضيع تلك اللغة ولأن السليقة لم تعد تلك السليقة السليمة التي كانت كما كان معناها تسمع اللغة من أصلها أو من العرب الذين يتحدثون باللغة الفصحة ولم تتغير تلكها وتطبيق قواعد وحينما ضعفت السليقة وفشل لحن فشل خطأ ضعفت السليقة وفشل اللحن ويحتاج العرب لدراسة لغتهم طبعاً وكما تعرفون أيضاً حتى أن هناك كان أبناء بعض الخلفاء في عصر الأموي وكذلك في عصر العباسي يرسلون أبنائهم إلى البادية لتعلم اللغة منذ الصغر ثم حتى يكبر ثم مع ذلك يعيدونه مرة أخرى إلى الحاضرة حتى لا تختلف أو حتى يتعلم اللغة من أصلها لذلك هنا السليقة مهمة جداً في اكتساب اللغة والسماع مهم جداً في اكتساب هذه اللغة القيمة الدلالية للعراب في اللغة العربية للعرابي دور مهم في توضيح المعاني وبيان المقصود يقول بن فارس اللغوي من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافية في اللفظ وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ولولا هو ما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام إذن القيمة الدلالية للعراب ما فائدة العراب ما قيمته هنا ما قيمة العراب ما فائدة منه هنا تميز فيه الجمل تميز فيه الجمل وتفهم فيه المعاني لذلك أن العراب دور مهم في توضيح المعاني وبيان المقصود يقول بن فارس اللغوي من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب الإعراب وهذه خاصة باللغة العربية كما عرفنا وخص بها العرب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة المعاني متساوية متكافئة في اللفظ به يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام الخبر يعرف ويعرف الممتدى ويعرف الخبر وكذلك لو لا ونقصود به العراب ما ميز فاعل من مفعول لم تستطيع أن تعرف الفاعل وتعرف المفعول وقلنا لو لا العراب أقول أكرم محمد خالدا هنا فاعل محمد فبفضل العراب لكن أكرم محمد خالد بدون حركات أو بدون عراب لما ميزت الفاعل من المفعول ولا تدرك أن محمد هو الفاعل أم هو خالد ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام ولا تعجب من استفهام وعرفنا ذلك كيف أن ما أحسن زيد زيدا ما أحسن زيدا وما أحسن زيد وما أحسن زيد هنا الفرق بين التعجب وبين الاستفهام وبين النفي ومن أمثلة ذلك هنا القيمة الدلالية للعراف في اللغة العربية لاحظ هنا ما أحسن زيدا ما أحسن زيدا يتعجب من حسنه وما أحسن زيد هنا سؤال يسأل وما أحسن زيد هنا نفع عنه ذلك فلولا العراب لما عرف التعجب من الاستفهام من النفي أيضا كم رجلا رأيت كم رجلا رأيت استفهام كم رجل رأيت هنا خبر يراجب به التكثير وأقول هو مؤدب زيدا إذا نوى تأديبه وأقول هو مؤدب زيد إذا كان قد أدبه إذن هنا هذا الفرق في الدلال القيمة الدلالية العراب بداية لاحظ ما أحسن زيدا هنا وأيضا معوني بترقيم يقولنا أنه كانما يتعجب من حسني ما أحسن زيدا هنا أتعجب فيها أتعجب من حسني زيد وأقول ما أحسن زيدا ولاحظ أحسن بالنصبي وكذلك زيدا ما أحسن زيدا وفي الاستفهام هنا أقول ما أحسن زيدا هنا أيضا إضافة لو أزيلة علامة الترقيم أيضا لا فهمت poorestفهام فأقول هنا ما أحسن في الرفع زيد مجرورة هنا سؤال هنا استفهام أريد منه إجابة ما أحسن زيد ما الشيء الحسن فيه فأنا أريد منه لا إجابة هنا لاحظة العراب هو الذي يغير المعنى يغير المعنى وتفهم منه القيمة الدلالية لو قلت أنا ما أحسن زيد ما أحسن زيد معنى لم يحسن هنا نفي نفي أنه صفة أي شيء حسن أو أنه فعل شيئا حسنا ما أحسن زيد نفع عنه ذلك فلولا العراب لم أعرف إذن هو العراب هو الذي فرق وحدد التعجب وكذلك الاستفهام وكذلك النفي هنا استطعنا أن نميز بين التعجب وبين الاستفهام وبين النفي أيضا لاحظ هنا لو قلت كم رجلا رأيت هنا أطلب منك إجابة كم رجلا هنا كم الخبرية وكم أيضا الاستفهامية تفهم كم رجلا رأيت هنا أطلب منك إجابة هنا أريد منك أن تخبرني بالعدد كم رجل ثلاثة أربعة خمسة بإمكانك أن تجيب هنا معنى أطلب منك إجابة ومعرفة وأقول كم رجل رأيت هنا خبر هنا لا أريد منه إجابة وإنما أخبر بأن الرجال الكثير رأيت وقابلت وأقول مثلا مثال آخر كم كتابا قرأت فأنا أسألك عن عدد الكتب التي قرأتها وأقول مثلا كم كتاب قرأته دلي على كثرة الكتب هنا في الخبر وأقول ويجوز أيضا أقول كم من كتاب إن هنا تدخل تدخل من في الخبر وأقول كذلك هو مؤدب زيدا هو مؤدب عفوا هو مؤدب زيدا إذا نوى تأديبه هو مؤدب هنا بالتنوين زيدا هنا بالتنوين كذلك بالفتح هو مؤدب زيدا إذا نوى تأديبه وأقول هو مؤدب زيد إذا أضيف إلى زيد إذا كان قد أدبه أدبه وانتهى إذا كان قد أدبه أنته وهذا دليل على أن الإعراب يغير القيمة الدلالية للكلمة أو للجملة هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين